اشتركوا في القناة حيث كانت تقوم القيامة كلما تأخر بالماضي في كشفها ولو أنه لم يصل به الأمر إلى إعلان اللاعبين في ندوة صحفية مثل ما فعل بيتكوفيتش أمس ورغم أنه ترك الجزائريين يعيشون على الأعصاب حتى آخر لحظة لكن ما فعله مرة بهدوء وسلام على من كانوا بالأمس القريب ينتقدون بالماضي أما بالنسبة لبعض اللاعبين غير المستدعين للمنتخب ففي كل مرة كان أشبه الإعلاميون ينتفضون ضد بالماضي من أجل ضم أمير سعيود وقادري ويحاولون استفزازه في الندوات الصحفية وها هو اليوم بيتكوفيتش يوصل على وجه الخصوص إبعاد هذين اللاعبين ومع ذلك لم نسمع أي رد فعل أو هجوم عليه وبالنسبة لفارس شيبي الذي غاب عن المباراة الأخيرة للجزائر في نهائيات منافسة كانكو ديفوار بعدما أجلسه جمل بالماضي في دكة البودلة طيلة أطوار المواجهة قامت الدنيا من أجله أما اليوم فلم يستدعى أصلاً مع بيتكوفيتش رغم أنه الأفضل وتم دعوة لاعبين أقل منه شأناً وأرقاماً ومع ذلك ساكت كل من كان يتطاول على بالماضي فما الذي تغير الآن حتى لا يستحق اللاعب أن يدافع عليه من كانوا يدافعون عنه في وقت سابق شاركون بتعليقاتكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد دائماً ترجمة نانسي قنقر